جميع الألعاب عندك الجودو الكاراتي الفولي الباسكت السلة بس حضرك معلوماتنا ان الباسكت هو السلة طب يا سيدي عندك كابتن هو رئيس التحاد الأعام القوة عنده ظروف لاعب كده عنده ظروف خاصة بيلعب في لعبة لعبة ايه ابو الكباتك؟ بيلعب في الواسب الطويل يا عبدالعطيف بيه اه في الواسب الطويل جالي الولد ده وقعد قدامي وحكا لي عن ظروف اتضح ان والده عايز يعمل عملية في ألمانيا قلت له تتكلف كام يا ولد قال لي كذا وبتعامله الشيك على طول مدهور كما ليه؟ لازم نقف جنب الأبطال بطوعنا وما نتخلاش عليهم أبداً ربنا يبارك لك يا عبدالعطيف وغيره 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 ماستحق أن يعيش من يولد لنفسك فقط وغيره وغيره ومعنا تصال تليفوني من فضلك ما تضرعش السواب بقى لا لا سابنا تكلف أنا لو قعدت أحكي من هنا للصبح مش هوافيك حقك يا أستاذ انت راجل ولا كل الرجال انت المفروض يتعملك تمثال ويكتر من المثالك يا أستاذ كفاية من فضلك كفاية كده قوي إذا كنت ساعدت حد والحد اللي أنا ساعده ده يسعد 85 مليون مواطن مصري ما فيهاش حاجة حاجة ما تستهلش أي حاجة شكراً أستاذ أحمد وناخد بقى اتصال هاتفي تاني أنا حسام المصري باطل بطولة العلم العسكرية الوسب الطويل وأنا متصل مخصوص عشان أقولك كفاية كدب بقى كفاية ديحك على عهول الناس الراجل اللعب ده قدامك ده وعمالين تطبروله ومطلعينه السامة راجل حقير وكذاب أحب أفكرك بنفسي أنا لعب الوسب الطويل اللي جيتلك المكتب النهاردة اللي رئيس اللي اتحكم بعيتني ليك وعملتني كأن شحات جاي أخب منك حسنة وما تدتنيش أي حاجة وأنا أصلاً ما كنتش طالب حاجة لنفسي أنا كنت رياح له عشان أطلب منه يسام فعمالية لازم تتعامل لأبويا كابتال حمدي المصري باطل مصر الصابق عمالية اللازم يعملها عشان يقدر يرجع يبشي على رجلي تاني ثانية واحدة كابتال حسام ده كزام ده إسام مدسوس حدد فعله فلوس عشان يشوحني قدام النقاش دي كلها كزام صفيق 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 إزاي لود دخل بلادك ليش فتو يتكلم يا باشا أنا بعد ما تخلتك سبت الكنترول ونزلت عشان يشوف الكلام عاجبك ولا لا بلا أنا عمدي بلا نيلا فين المحد فين المخرج يا عب لطيف إيه الولد اتصل وقال إنه مدين ليك بجميل وعايز يشكرك على الهوى إحنا قلنا نعملنا مفاجئة حلوة لساعدتك ما كناش نعرف إنه إنه إيه؟ إنه قابت فلوس عشان يستمني إنه قابت فلوس عشان يشوي الصورة يقضى بالنس ده تعريق يا عب لطيف إيه؟ يا عب لطيف إيه؟ إنت حسام المصري أيوانا حسام طب تعال عايزينك ما مين دول عايزيني؟ حلوة من السمر على الباب إيه إيه؟ آه تعال عملي جريئة أو تتطول على سيادة وتشتمي الباجة يا رحوم بقى آه 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 تستباحة بس يوم ما اسكيتش وحطيت هسانك جوا بوقك هعادك عالكورسي جنب بوقك حبيبي آه من فضلك لو سماعت هو الكابتن حسام المصري ساكن فاني دور ها تطيقى عالسلم استنيك آه 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 في حد كان بضربك؟ حسام؟ يا حسام انت روحتي فين يا ابني؟ انا عمالة ادور عليك ايه ده؟ كابتل حمدي نجي باشا معقولة خطوة عزيزة يا اهلا وسهلا تا ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازاك ابو كباتل؟ والله يا باشا انا واحسام ابني في سيرتك على طول بيقول لي الراجل ده انا عمري ما شفت زيه في حياتي هو اللي رجعلي ثقة بنفسي هو اللي خلاني اخد المدالية الزهبية ما هو ابني زي ما هو ابنك بالظبط ده لينا الشرف يا ناجي باشا مش هتفضطرنا اللي ايه روح اعمليها الشطول بالقوطة وحيت الجابنا عازها افترم على الكابت الحمدي من عنا يا باشا ايه ده؟ ما لك يا حسام ابني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ده كان بيتخانك بيتخانك مع مين؟ اه اه اصانك وطلع عالسلم فلياته بيتخانه مع بعضه ضرب وشلاليت ودمغات وبنيات قطعوا جابوا عالارض قطع مين وجاب مين عالارض؟ الدرب زيه عشان كده بقى كانوا نزلين ضرب فيك ها؟ انا شفر معاي ان انا ضربت انت شفت ابوي يا باشا مالو رجل زي العسن انا مستعد اعمل اي حاجة عشان يرجع يمشي على الرجلي تاني هيمشي ان شاء الله هيمشي هنعملوا العملية هيمشي وحيجري وحينط كمان انت من اللحظة دي اعتبر نفسك بتشغل معاي بتشيلش يا هم هشتغل معاك فينا باشا انت اخر بطولة دخلتك الرقمة سبع متر عشرين احنا هنكسر الرقم ده احنا عايزينه ثمانية متر صعب ليه يا عسام؟ وصعب يا باشا انما مش مستحيل طب قويس بدا مش مستحيل يعني ممكن تعملها وحنا داخلين انا بطولة باشا هي بطولة خاصة اهم من اي بطولة انت دخلتها قبل كده بس عايزة تدريب جامد وشغل كتير وانا تحت امر سيادتك طيب انت بكرة هتيجي معايا شرم الشيخ هعد عليك الساعة ستة الصبح تبقى جاهز بشمتك وحنا نتضرب في شرم الشيخ؟ مش عايزك تسأل كتير ركز في النطة اللي انت حتنطع مفهوم؟ مفهوم يا باشا